دعا وزيره الانتاجية الزراعي والأراضي الفنزولي والمار الفريدو كاسترو سوتيلدو رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار في فنزولا الوزير الفنزولي الذي كان مرفقاً بثمانين متعاملاً اقتصادياً فنزولياً من مختلف القطاعات على غرار الطاقة والفلاحة والسياحة والصناعة والتجارة قال خلال منتدى الأعمال الجزائرية الفنزولي أن سلطات بلاده وضعت 13 مليون هكتار من العقار الفلاحية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في مجال الفلاح سيتيح افتتاح الخط الجوي بين كراكاس والجزائر تقريباً المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين وهم مطالبون بملء هذه الطائرات بالمسافرين والصلع كما سيسمح بدخول المنتوجات الفنزولية إفريقيا وسيسمح أيضاً بحضور المنتوج الجزائري في أمريكا اللاتينية كراكاس تعتبر بوابة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي كما أن الجزائر هي بوابة إفريقيا وأوروبا وأود أن أعلن أن فنزولا تضع 13 مليون هكتار تحت تصرف المستثمرين الجزائريين خاصة في مجال تربية الأبقار وندعوهم لعقد شراكات مع نظرائهم في فنزولا